تقول إحدى المعلمات عودت طالباتي في الصف الأول الإعدادي على وقوف عن الشرح حين يرفع أذان الظهر وأطلب منهن الترديد خلف المؤذن وأذكرهن بأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب وفي كل مرة كنت ألاحظ إحدى طالباتي تستغل الفرصة دائما وتدعو بين الأذان والإقامة بإخلاص كبير وترح في دعائها أكثر من زميلاتها وفي إحدى المرات كنت أصحح دفترها فافتسمت وقلت لها أنت تعجبينني لأنك حين أعطي زميلاتك فرصة للدعاء بين الأذان والإقامة ألاحظك تلحين في الدعاء بشكل شديد وتستغلين الفرصة أكثر من زميلاتك فقالت لي الحمد لله عندما كنت في الصف الخامس علمت لأول مرة أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب وبعدها أصبحت أحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة دائما خصوصا دعوة معينة أرددها بين الأذان والإقامة أكثر من مرة يوميا فسألتها وما هذه الدعوة؟ قالت الطالبة بأسلوبها البريء بعد أن أنجبتني أمي لم تعد تنجب بعد ذلك وعمري الآن ثلاثة عشر سنة وليس عندي أخوات وأغار من صديقاتي عندما يتحدثن بحب عن أخواتهن وأتمنى أن تكون لأخت فأنا أدعو الله دائما أن يرزقني بأخت لكن أمي حين تسمعني تقول لي ادعي الله أن يرزقنا الولد لأن لدينا بنتا هي أنتي فأنا أدعو الله في كل مرة أن يرزقنا بولد لأجل أمي ويرزقنا ببنت لأجلي ويرزقنا بولد آخر حتى لا يصبح أخي وحيدا فقلت لها اللهم آمين وأعطيتها دفترها ونسيت القصة ثم دارت الأيام ووصلت البنت للصف الثالث الإعدادي وفي أحد الأيام كنت أمشي فقابلتني الطالبة ذاتها وقالت لي بفرحة كبيرة يا معلمة أبشرك لقد أنجبت أمي بالأمس ثلاثة توائم ولدين وبنت فقلت لها في سعادة ودهشة سبحان الله لقد أخذت درسا لا أنساه من طالبتي في إلحاحها واستمرارها في الدعاء وحسن ظنها بالله عز وجل فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ادعوه واستغلوا أوقات الإجابة فالله سبحانه قريب من عباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هبا فتاة جميلة من أسرة ريفية فقيرة بعد حصولها على مؤهل متوسط فوجئت بشاب والده من أثرياء القرية يتقدم لخطبتها فوافقت وأهلها عليه وكان لهذا الشاب أخ واحد يكبره بعمين يغلب عليه الهدوء وطيبة القلب وبعد عام من الزواج أنجبت هبا طفلا جميلا فرحت كل العائلة به وفي هذا اليوم فاتح الأب ابنه الأكبر في مسألة الزواج الذي كان يؤجله باستمرار فابتسم وقال له وهو ينظر لابن أخيه ابحثوا لي عن عروس نزل رد شقيق الزوج على هبتك الصاعقة وعندما انفردت بزوجها قالت له في غضب أنت الذي تدير أملاك أبيك ومن حقك أن تنال في النهاية هذا الإرث ثم يكون لأولادك من بعدك ولو تزوج أخوك وأنجب سيحصل على نصف الميراث فإن أصر شقيقك على الزواج سأرشح له سيدة مطلقة جميلة وتتمتع بأخلاق حميدة ولكنها لم تمكث مع زوجها سوى عام ونصف وقام بتطليقها لعدم الإنجاب وافق الزوج واستطاعت هبا أن تقنع الجميع بالعروس وقال لها شقيق الزوج سعيدا توكلت على الله وخرج إلى المسجد لصلاة العشاء تم عقد القران والزفاف وشعرت هبا بنشوة الانتصار وبأن خطتها للاستيلاء على الميراث تمضي كما رسمتها ونسيت تماما قول الله في قرآنه الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته وبعد أشهر قليلة فوجئت هبا بما لم تتوقع إذ حملت زوجة الأخ ثم وضعت توأمين جميلين وأصبح حلم هبا سرابا وكبر الولدان وأنجبت زوجة الأخي ابنا ثالثا بينما توقف إنجاب هبا تماما وأدركت أنها سوف تجني ما زرعت وبعد سنوات توفي الإبن الوحيد لهبا في حادث سيارة ثم لحق به والده حزنا عليه وانتقلت هبا للمستشفى لإصابتها بصدمة عصبية شديدة ولما أفاقت وجدت شقيق زوجها وزوجته وأولاده الثلاثة يبكون جوارها بمرارة والأبناء الذين حاولت أن تمنع وجودهم في الحياة ينادونها بكلمة أمي ويخدمونها بحب كبير فعلمت أن من يتخيل أنه قادر على أن يفعل ما يريد فهو واهم فالقادر هو الله ونحن البشر مهما فعلنا فلن نغير قدره سبحانه وتعالى فالله يفعل ما يشاء والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله علمت ذلك بعدما شاهدت وشعرت بمدى حب أبناء شقيق الزوج لها ومعاملتهم لها كأمهم تماما وأيضا بعدما ذهب كل الميراث إليهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام المال والقرآن رجل غلي جدا ليس له عائلة ولا أولاد ولكن عنده من العاملين في قصره الكثير وفي يوم دعا جميع العاملين عنده على العشاء ووضع أمام كل واحد منهم نسخة من القرآن ومبلغا من المال وعندما انتهوا من الطعام سألهم أن يختاروا إما المصحف الشريف أو مبلغ المال الموضوع مع القرآن فبدأ أولا بالحارس وطلب منه أن يختار دون خجل فقال الحارس كنت أتمنى أن أختار القرآن لكني لا أعرف القراءة لذلك سأخذ النقود فهي أكثر فائدة بالنسبة لي ثم طلب من البستاني كما طلب من الحارس فقال البستاني إن زوجتي مريضة جدا وأحتاج للنقود حتى أعالجها ولولا هذا لاخترت القرآن بعدها طلب من الطباخ أن يختار قال له الطباخ أنا أحب القراءة ولكن عمل الكثير لا يترك لي وقتا لأقرأ لذلك سأختار النقود آخر دور كان للشاب الذي يعمل سائسا للحيوانات التي في إصطبله والرجل الغني يعرف أن هذا الشاب فقير جدا فقال له إني متأكد أنك ستختار النقود حتى تشتري طعاما وتشتري حذاءا بدل حذائك الممزق فأجابه الشاب صحيح أنه صعب علي شراء حذاء جديد أو شراء دجاجة آكلها مع أمي لكني سأختار القرآن لأن أمي قالت لي كلمة من الله سبحانه وتعالى مفيدة أكثر من الذهب وطعمها أحلى من الشهد فأخذ القرآن وبعد أن فتحه وجد فيه ظرفين أول ظرف فيه مبلغ يساوي عشرة أضعاف المبلغ الذي كان موجودا على طاولة الطعام والظرف الثاني فيه وثيقة بأنه سوف يرث بعض أملاك هذا الرجل الغني بعدها قال لهم الرجل الغني إن من يحسن الظن بالله فلا يخيب رجاؤه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا